شكراً لكم أعزائي الطلاب حسناً كما أعزائي الطلاب إن شاء الله تكونون بخير اليوم رح نبالش درس جديد صفحة ستين درسنا لهذا اليوم رح يكون unit 5 lesson 2 هل أنت صحي؟ بهاي الصفحة رح نلاحظ أنه صديقنا حسن إيج داي سوي؟ داي سوي interview ويا أصدقاء داي سوي مقابلات ويا أصدقاء على مود يعرف that they are healthy لو unhealthy إذا كانوا صحيين ومتبعين عادات صحية صحيحة وجيدة وإذا كانوا لا مصحيين عدنا this is Kiko حسن داي سوي interview وعدنا نمبر 2 هذا ميمو this is Mimo نمبر 3 حسن داي سوي الانتربيو ويا الأنت اللي هي النملة نمبر 4 عدنا بي اللي هي النحلة نمبر 5 السنايك ونمبر 6 حسن داي سوي interview ويا صديقة with his friend سامي أوكي at the head of page listen, much and say رح نسمع ونكرر اللي سمعناه بعد كل شخصية أوكي Track 53 Are you healthy? Do you wash? Yes, I do Do you sleep? Yes, I do Do you eat healthy food? No, I don't Do you brush your teeth? No, I don't Do you exercise? No, I don't Do you play with your friends? Yes, I do Do you play with your friends? Do you play with your friends? معنا نقدر نستنتج من عنده منو من الشخصيات is healthy ومنو unhealthy who is healthy who is unhealthy فالسؤال اللي رح أسئل اهنانه who is healthy تفكروا الجواب كيكو ميمو and سامي are healthy ليش دعني اتبعون عادات صحية in picture number one حسن سائل كيكو do you wash بما انه كيكو wash فجاوب yes I do معناها كيكو is healthy باعتباره متبع عادة صحية number two do you sleep السؤال موجه الميمو فجاوب ميمو قال لي yes I do معناها شنو معناها ميمو is healthy باعتباره ينام عادة كافي من الساعة number six حسن asking قال لي do you play with your friends جاوب yes I do السؤال اللي رح أسئل اهنانه who is unhealthy يعني منو من الشخصيات الموجودة بالصور is unhealthy يعني غير صحي look at pictures باعوا ع الصور وفكروا زين احذروا الشخصيات اللي unhealthy الجواب ant bee and snake are unhealthy زين why ليش لنا number three حسن asking the ants حسن دي يسأل النملة يقول لها do you eat healthy food تأكلين أكل صحي هل تتناولين الطعام الصحي جابته قالت لها no I don't معناها هي تأكل unhealthy food ومثل ماذا اللاحظها بالصورة هي واقفة على keys bee sweets يعني unhealthy food لذلك تعتبر unhealthy عدنا in picture number four حسن asking the bee do you brush your teeth يعني هل تقوم بتفريج الأسنان جابته no I don't بمعنى أنه ال bee لا تقوم بتفريج أسنانها إذن unhealthy عندي in picture number five حسن asking the snake do you exercise يعني هل تقوم بالتمارين الرياضية جابته no I don't لذلك تعتبر unhealthy عندي هنانا تذكير لقاعدة do والdon't اللي تم أخذها سابقا في بداية السنة عندي do بمعنى يفعل do زائد not صير don't أي لا يفعل وتكون صيغة السؤال بيها كالآتي do تجي ببداية الجملة بعدين يجي ورها الضمير you بمعنى أنت وبنهاية الجملة يجي الفعل فتصير do you sleep والجواب يكون إما yes أو no do you sleep yes I do do you brush your teeth no I don't وبما أنه الجواب يكون منفي بno فانضيف not ويدو على مود كل يتها تصير منفي لذلك تصير no I don't وليس I do أوكي لأنه الجملة كل يتها تصير يعني جواب بالنفي no I don't بمعنى أنا لا أفعل do you help your dad yes I do وهكذا أرجو من الطلاب نقل هذه الملاحظات بالدفتر now let's move to activity book open your activity book on page 70 افتحوا كتاب التمارين على صفحة 70 عندي التمارين الأول read and much رح نلاحظوا هذا التمارين إنه أكو مجموعة من الصور اللي هن خمس صور ومرقمة حسب تسلسل معين وأكو مجموعة من الكلمات شنسوي إحنا نربط هاي الكلمات بالصور ونخلي رقم الصورة بالمربع اللي موجود في جوار الكلمة اللي يتناسب الصورة أما بالتمارين الثاني يقولي find and write the SH words الSH كل ياتنا نعرف وأخذنا من بداية السنة إنه المقطع SH من لفظة ش شن لفظة؟ من لفظة ش هنا أنا رح أطلب مرعدكم طلب صغيروني تضيفون سطر جديد مثل ما أنا مساوية وتكتبون بي مجموعة الأحرف اللي كاتبتها أوكي؟ هنا رح نباعة على مجموعة الصور الموجودة بجوار مربع الموجودة بالأحرف وهاي الصور تجسد مجموعة من الكلمات اللي لازم نلقى أحرفها من خلال هذه اللعبة الموجودة هنا هاي أول وحدة حالها اللي هي واش الباقي لازم أنتوا تلقوه بالنسبة للتمارين الأول رح يكون الحلب هاي الصورة عدنا الصورة number one هي brush my teeth number two عدنا مجموعة من الأكل الصحي الصورة الثانية عدنا الدفاح أبل وسمكة fish إذن eat healthy food عدنا الصورة رقم الثلاثة exercise number four sleep number five wash my face أما بالنسبة للتمارين الثاني رح يكون الحلب هاي الصورة عدنا الكلمة الأولى محلولة اللي هي wash عندي الكلمة الثانية shoes أما الكلمة الثالثة shirt الكلمة الرابعة fish أما الكلمة الأخيرة رح تكون brush وهيچن كون خلصنا حال تمارين الأكتفيت المطلوبة now let's move to student book open your student book on page 61 افتحوا الكتاب والطالب على صفحة 61 in this page باي صفحة رح نتعرف على شخصية جديدة اللي هي الربت أو الأرنب اسمه Ronald his name is Ronald وهذا Ronald رح نسوي مجموعة من الأكسرسايزز ويا رح نسوي مجموعة من التمارين ويا على مود to be more healthy على مود نكون صحيين وجسمنا نشيط عندي هنا مجموعة من التمارين اللي Ronald ديريد نسويها ويا عندنا في رأس الصفحة الكلمات اللي يتجسد التمارين رح أقراها ورح أطلب منعدكم أنه تكرروها وراي repeat after me twist twist bend bend hop hop jump jump now let's move again to our student book open page 61 نفتح الصفحة 61 رح نلاحق بالجزء الأسفل من الصفحة أنه Ronald اللي يوجهنا على مود نقوم بمجموعة من الأكسرسايزز ويا شي قلي قلي لك say and do عندي هنانا مصنف التمارين على أربع خطط أو أربع ستيبات one two three four وش يقول لنا يقول لنا أنه نقدي هاي التمارين ويا بالبداية رح أعرض الحركات ما للتمارين وراها نبلش بعمل التمارين twist twist bend hop jump jump now we will move again to our student book on page 61 هنانا رح نتبع الكورس اللي حطنا يا رونالد ونسوي حسب الخطة التمارين هندي الإكسرسايز بلان نمبر وان شي قلي قلي two hops four twists six bends الرقم اللي بصف التمارين هو يجسد عدد مرات تكرار التمارين هندي الإكسرسايز بلان نمبر 2 قلي seven hops nine twists ten jumps seven nine bends eight hops هندي الإكسرسايز بلان نمبر 4 two bends five twists six hops اهنا انتو رح تختارون واحدة من هذن الأربعة وتبلشون تسوون التمارين وياه now let's move to activity book open activity book on page 71 بهذا التمارين عندي فراغات مرقمة وجوا عندي six words ست كلمات we have to put it in these blanks لازم احنا نخليها بهاي الفراغات او نخلي رقم الفراغ بالمربع الفارغ الموجود بجوار الكريمة now we have to listen to track fifty three لازم نسمع التسجيل على مود نقدر نحل track fifty three are you healthy do you wash yes i do do you sleep yes i do do you eat healthy food no i don't do you brush your teeth no i don't do you exercise no i don't do you play with your friends yes i do الحل رح يكون بهاي الصورة عندي number one wash number two sleep number three eat number four brush number five exercise number six play ارجو ان يكون الدرس سهل وحلو وبسيط ان شاء الله ما بي شي صعب thank you so much شكرا OUR ن